التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطية تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة واتصالا بذلك أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت في أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهما ومحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة قد تعهد أهل طلاب حديث السن منهم أمام نيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة برئاسة ليت شاينغ رئيس مجلس الدولة الصينية خلال حضوره قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة بكين نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وألقى رئيس مجلس الدولة الصينية كلمة أبرز خلالها مشاركة بلاده في جهود التنمية الجارية في الدول الإفريقية والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين سواء في مجال تعزيز التجارة البينية أو تحديث الصناعة أو تطوير الزراعة وفي ختام الجلسة ألقى الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية على عز كلمة أكد خلالها عمق العلاقات بين الجانبين مشينا إلى الفرص المتاحة للتعاون بين الصين والدول الإفريقية وجه القضاء الأمريكي غيابيا اتهامات إلى خمسة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية لضلوعهم في هجوم إلكتروني ضخم استهدف منشآت مدنية في أوكرانيا قبيل العملية الروسية في 2022 وتشمل لأحة الاتهامات ستة أسماء من بينهم خمسة عناصر في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية أما السادس فهو قرصان إلكتروني مدني روسي وقد سبق أن وجه إليه القضاء الأمريكي غيابيا للاتهام في يونيو الماضي وقال نائب وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي ماثيو أولسن في مؤتمر صحفي إن المتهمين الستة مسؤولون عن سلسلة الهجمات السيبرانية التخريبية التي يشار إليها عادة باسم ويسبورجيت قال قائد الجيش الأوكراني ألكزاندر سيروسكي إن التغاغل في منطقة كوسك بجنوب روسيا ناجح وأضاف أيضا أن روسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ ستة أيام لافتا إلى أنه تم ملاحظة تراجع في القصف وفي شدة الهجوم الروسي في قطاعات أخرى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التنمية المحلية معرض أهل المدارس الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر ويقام معرض أهل المدارس الرئيسي بمحافظة القاهرة حتى 20 سبتمبر الجاري على المساحة ستة آلاف متر بمشاركة مائتين عارض متنوع ويوفر العارضون المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار مثليتها في الأسواق وتتراوح من 20 إلى 30%